اكتف اند باسف المبني المعلوم والمبني المجهول طبعا لو انت اول مرة تشوفنا النهاردة احنا طبعا بدأنا في شرح الجرامر بتاع القواعد كلها ولو ما شفتش الفيديوهات بتاع الوحدات اللي فاتت الست وحدات اللي فاتت هتلاقيها موجودة في اسفل الفيديو في الوصف او ممكن تدخلش على القناة بتاعتنا ودخل على القواهم هتلاقي شرح منهج الثانوية العامة وتبدأ تشوف القواعد بالترتيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم احمد العبد من دروز تعلمية اونلاين مرحبا بيكم طلبات وطالبات السنوية العامة ان شاء الله لو انت طبعا كنت اول مرة برضو شوفنا النهاردة احنا نظمنا في شرح القواعد بيبدأ بالتدريج من ابسط صورة الى اصعب صورة او اللي بنقول عليها تركات وشواز بتاع القاعدة او اللي بيسميها الوزير مهارات التفكير العليا هنبدأ النهاردة مع الباست باسف اند بريزنت بيرفكت باسف فورمز طبعا الباست باسف اللي هو الماضي البسيط مقصود ايه والماضي المستمر والبريزنت بيرفكت باسف فورمز هايه مقصود بيه اللي هو المضارع التام والماضي التام وبعدك ناخد بعض الملاحظات الى ايه الهام نبدأ مع الماضي البسيط اللي هو الباست سيمبل في المبني المعلوم في الاكتف والمبني للمجهول في ايه في الباسف طبعا بالنسبة للمبني المعلوم هنتكلم لأول على الفورم بتاعه شكله وتكوينه هنتكلم في الصغر المثبتة وبعدها نتكلم في الصغر المنفية ناخد الاول الصغر ايه المثبتة اول حاجة احنا قلنا عشان الجملة تبقى صحيح لازم يتوفر فيها تلات شروط اول حاجة الفاعل عند بعد كده الفعل عند بعد كده المفعول كده جملة مبنى معلوم علي بوت تابلت طب انا عايز احاول الجملة دي من مبنى معلوم الى مبنى مجهول طبعا كان الماضي البسيط قبل ما احاوله كان بيتكون من الى التصريف الثاني للفعل انا عشان احاولوا جملة تابل معلوم والمجهول انا قمنا بنعمل ايه بنعمل مقاصة بين الفعل والمفعول يعني الفعل بيأتي في الاخر والمفعول بيأتي في الأول اهبوص له هنا اتابلت جثف لأولهيات والمفعول جاي في الاخر مزبوك بكلمة بي بعض انفاكرين ليه من المرة اللي فاتت عشان ممكن اقوله او لا لان المبنى المجهول احنا قمنا لين معنين مثل ايه اللي فاكرة بقى قد يكون الفاعل مجهول أو قد يكون الحدث أهم من الفاعل فأنا هنا أقول أتابلت وجيت عندي زمن بوت اللي هى الماضي البسيط اللي هجب قابله ووز أو وير أو وات وبعدك يا جب ايه تصريف ثالث يبقى الشكل بتاع الفاعل الفاعل عندي اللي هو بوت هيبقى ووز بوت لما انتهت سيمهو ما هو تصريف الثالث بتاعه بوت هو برضو زيت تصريف الثاني لأن الفاعل أصلاً باي بوت بوت يبين البسف عندي بدأ بإيه؟ بمفعول اللي هو tablet بعد كده was aware أو was both والتصريف التالت both وجبت الفاعل في الآخر مسبوك بكلمة إيه؟ by طيب مثال تاني I ironed my shirts أنا بكوي أو أنا كويت لأمصن بتاعتي طيب لما أعود أحولها أبدأ بإيه؟ بmy shirts تمام جبت my shirts في الأول هو طيب وفي الآخر كلمة I جاءت في الآخر نصبكها بكلمة by هتبقى by I ألا أنا بحاول I إلى me يبقى إيه؟ يبقى by me عشان كده بقت في محل مفعول لأنه ده مرتفع لما يجلش في آخر الجملة طيب كلمة ironed هعمل فيها إيه؟ ألا أنا أول هجيب قبلها وصور تمام طبق أي كابت أهد إيه؟ was يبقى حطينا was ألا أموال عمل إيه؟ قال لك لأنني my shirts الجديدة أبقى عندي بجيب لها الفعل المساعد where ليه؟ عشان هي اسمها جمع طب وironed هتبقى إيه؟ زي ما هي ليه؟ عشان تصريف التالت برضو منها ironed لأن iron ironed ironed تمام كده؟ يبقى هنا المعنى بقى علي بوتها tablet علي الشراء tablet يبقى tablet was bought by علي التابلت تم شراءه بواسطة عليه طيب ironed my shirts أنا كويت للمصام بتاعتي يبقى my shirts where ironed by me يعني المصام بتاعتي تم كيها بواسطة طبعا عشان معنا يبقى واضح نجبقى للصغاء المنفية في الماضي البسيط المبنى معلوم والمبنى كل active faster أول حاجة لما أعزن في الفعل في الماضي أنا أجب الفعل في الأول كما هو وأجب didn't وأجب مصدر الفعل يبقى فاعل didn't زائز المصدر نشوف علي نفس المثال هنا من شوية علي didn't buy a tablet علي لم يشتري tablet تمام أنا أعز أقول إن التابلت لم يتم شراءه بواسطة علي أبدأ بمين بالتابلت تمام بلول مفعول زي ما قلنا من شوية أو جبت المفعول في الأول وجبت was or wasn't or weren't وبعدها تصرف ايه تالت زي ما قلتم من شوية مش كاية was where بس أنا أحط بعدها نطيبه was or weren't تمام يبقى tablet وبعدها wasn't what لم يتم شراءه buy mean buy علي يبقى أنا في الحالة قدقت عملت ايه كل اللي زاودته حطت كلمة ايه not بعد was طب لو أنا محطتش not هتبقى جملة خلط لأنني أقول لي علي ما تشترياش تابلت أنت كده خلت تابلت اشتريه بواسطة علي تم شراءه بواسطة علي كده المعنى خطأ فلازم أن تبدأ لك جملة من فيها بجب طب أنا عملت هنا في كلمة did اللي أنا بحزف did didn't didn't تعزف اه عدفتها خالص وأنا بحول وهجب ما كان was aware يبقى كل ما تشوف didn't بتحزفها وتجيب ما كان was aware طبعا تبقى wasn't aware تمام طيب بعد كده ده النقطة تانية يقول لك I didn't ironed my shirts أنا لم أكن بكي القمصان بتاعتي فأعمل ايه؟ أنا لك هتبقى باي my shirts وبعدين انت حسطت ايه؟ didn't اشطتها خلاص طب هجب ما كان wasn't aware طب my shirt طبعا جمع يبقى ايه؟ يبقى weren't my shirts weren't ironed by me يبقى هنا القمصان لم يتم كايوها بواسطة t تمام؟ وجبتها بانكوا سانا عشان ممكن نقول لهم كم مولهاش يبقى ده الماضي البسيط في الصيغة المثبتة والصيغة المنفية ازاي حاولوا من مبني معلوم الى مبني لمجهول نجي بعد كده ايه؟ السؤال بنوعينه yes or no question w h question هنتكلم في yes or no question الاول اللي هو بيبدو بفعل ايه؟ مساعد did تمام؟ ناس فاكره ايه؟ والفاعل باكى المنظر اللي احنا هنا في السؤال السؤال بتاع did في الماضي يقول لك ايه؟ did فاعل زائد المنظر ما ايه؟ دد فاعل زائد المنظر طبعا عايز احاول السؤال ديات قال لي احنا زي معلمنا من شوية نعمل ليه في did ها؟ ناس مسح صحق ايوة تمام هالصوب did واجيب مكان ايه؟ اجيب مكان هو وزور تمام اهو مزبوط وبعد كده اجيب المفعول وبعد كده التصريف الترتيب او اجيب الفاعل بعد وز او ب لان دخلت الكلام على الفاعل هو اللي تم حليل الفاعل ما نفعش مثلا did علي buy tablet هل علي قام بشراءة tablet هابدأ بيه؟ بوز تمام ليه وز؟ عشان المفعول انه tablet لانه علي الفاعل والفاعل هو المفعول فاشيطبت كلمة did واجيبت بعد ال وز جبت بعدها المفعول يبقى وز وبعدها المفعول فالمفعول من tablet يبقى وز اتابلت تمام واجيبت وز اللي وما جيبت شوير عشان اتابلت مفرد يبقى وز اتابلت طيب كلمة buy تصريف الثلاث منها boat يبقى وز اتابلت boat واجيب buy علي في الاخر بنكوسين او ما اجيبهاش ليه؟ يقولي هنا هل التابلت تم شراءة بواسطة علي؟ طيب مثال تاني did you هل انت iron my shirt هل انت قمت بكيل قمصان بتاعتي؟ هابدأ باي؟ طبعا احنا شطبنا ايه زي ما قلنا من شوية؟ شطبنا دد تمام طبعا بعد ما شطب دد اعمل ايه؟ بجيب was or where في الاول تمام ليه where يا مستر المرض انت كنت جايب المرة فتوز ما هو المرة اللي فتكت وز عشان تابلت المرض يوير عشان كلمة shirts يبقى your shirts جمع يبقى where your shirts خباكو منوط دي عشان بتلخبط لازما يا جماعة اجيب الفعل اللي باجيبه في المبنى الجهول يتطفق مع اللي جاي بعده او اللي جاي قبله اللي جاي بعده يعني المفعول يعني من الاخر سواء was او where يبقى where your shirts طيب where your shirts ايه؟ انا عاجز بتصريف ايه تال يبقى where your shirts ايرون ايرون ايه باي you تمام كده؟ فهنا يقول ايه؟ هل اللمصان بتاعتك تاما كايوها بواسطك؟ تمام كده يبقى where your shirts تمام طيب هنا بقى هنا اتكلم على الصيغة بتاع ايه؟ السؤال اللي هو بتاع عدد استفام اول حاجة طبعا question word عدد استفام زي what مثلا بعد كده did اذا في سؤال المبنى المعلوم بعد كده الفاعل بعد كده الايه؟ مصدر الفعل طيب هنا بقول ايه what did علي what ما الذي قام علي بشراء هو هنا بيسأل على المفعول تمام طيب انا احاولها زي ما بالمجهول برضو زي ملت من شوية هعمل ايه في ديت احزف تمام وهيجيب مكان ايه؟ هجيب مكان اوز او ايه؟ وبعد اوز وير هادي يقول لي فعل لا هجيب ايه؟ مفعول ايب انا اجيبت هنا يا جماعة ايه المفعول تمام؟ طيب انا اجيبت في الاول what تمام هجيب وز ولا وير؟ استنى مصدر اشوف الاول انا كنت بتكلم علي ايه؟ ايه المفعول لان انا باسأل عليه تمام؟ يعني ما الذي تم شراءه بوسط علي طيب مثال تاني who ironed your shirts مين اللي كوى القمصان بتاعتك؟ انا عاوز اسأل على الفعل هنا يبقى who تمام where بس ايه المفعول يبقى who where your shirts ironed by يعني ايه؟ يعني مين الذي تمت القمصان كيها بواسطته تمام؟ مين اللي القمصان اتكوى بواسطته تمام كده؟ يبقى هنا باسأل على الفاعل فاشلته باسأل على المفعول فاشلته تمام؟ ننتقى لبقى كده past continuous tense هناخد طبعا ايه؟ السيغة المثبتة affirmative الاول طبعا الفعل الجملة في الماضي المستمر في المرمي معلوم active كان يتكون من ايه؟ من فاعل وفاعل وزور وفاعل تمام؟ يبقى فاعل وزور وفاعل وعكات تكمله اللي هو المفعول يعني طيب في المرمي نقول اللي هو الليل بس فاعمل ايه؟ اللي كل اللي عمله هجب المفعول في الاول وبرضو was where زي ما هي؟ وهي دولي تصرف ثالة على طول الاول استعمال ده انت كده مد بسيط وما اللي عمله؟ هنجب الاول being وبعد كده ing اللي بتصرف الثالث طيب ايه الفرق بين الزمن ده؟ والزمن الفات بتاع المد بسيط؟ الفرق كلمة ايه؟ being ده بس زودت being قبل التصرف الثالث لانه مستمر طيب نشوف المثال he was reading a story هو كان يقرأ قصة كان مستمر في قراءة القصة الفاعل هو he والفعل was reading والمفعول a story هفدها بمين؟ بالمفعول يبقى a story تمام يبقى a story مالها بقى was being read by him يعني تم ايه؟ كراءة وهي buy him ليه مصر buy him ليه مصر buy him ليه مصر buy he ما احنا قلنا هي زي مونا مع الآية المرة اللي فات بقت مي اللي هي هتبقى him وشي هتبقى her وي هتبقى لانه ضمائر الفاعل تحاول الى ضمائر مفعول عند التحويل المبين مجهول بس مسبوكة بكل من buy وكبتها بمكوسين ليه؟ عشان ممكن اجيبها وممكن ايه؟ ممكن ما اجيبهاش تمام؟ طيب هنا بقول he was reading a story يبقى a story was reading by was being read by him يعني القصة تم كراءته بواسطته طيب مثال ثاني we were watering the plants احنا قمنا بري النباتات يبقى the plants المفعول تمام؟ يبقى بعد كالفعل were being وكده يبقى watered by us يبقى النباتات تمنا ريها بواسطتنا تمام؟ نفس الافكار يجب علينا قبل كده والمرة اللي فات تمام طيب نجيب على الاستغال منفية في المبنى المعلوم الأول وبعد كالفعل المبنى المجهول النفي بتاع الماضي المستمر هو كام بيكون من اوزور والاينجي هنفيه هتبها wasn't or weren't هي دا كل القصة بحط كلمة نط تمام؟ طيب هي wasn't reading a story هو لم يكن مستمر في قراءة القصة عايزة خلاها مبنى المجهول هبدأ بها story تمام؟ طيب بعدها wasn't or weren't تمام؟ زي ما هي وهجب من عندي being عشان دا مستمر طيب كلمة reading بشيل من الانجي وحقلها في التصريف الايه؟ التالت يبقى a story wasn't being read باهم يعني القصة لم يتم بقراءاتها بواسطته طيب لما اقول جملة تانية we weren't watering the plants we weren't watering the plants احنا لم نقوم براي نباتا طبعا انا عايزة كلمة بنا بقول فين المفعول the plants تمام؟ بعدها اقول لي يا مسر اقول لك قلتوا له هيقول لي the plants wasn't ازاي يا ابن وزن ما هو plantis هنا لا تس في الاول فبهجي wasn't ازاي كلمة اللي فاتت استنى بس تركز في اللي كلمة اللي فاتت كانت أستوري مفرد هنا the plants weren't يبقى the plants weren't تركزوا في ديتا كما عبدالخبطوا فيها يبقى the plants weren't being watered انا عملت ايه جبتي the plants عشان plantis جمع وبينج من عنده عشان ده مهض المستمر يتكونوا بيجيب فيه بينج فيه مهض المستمر في المنم المجهول وهكده water هتبقى watered جبتها في تصريف التالت ننتقل بقى للسؤال في المبني المعلوم الاول طبعا في زمن المهض المستمر اللي هو كان بيبدأ بيه was aware هل هل كنت مستمرن في كذا بعدها الفاعل بعدها الفاعل فاينجين طب هخلي في المنم المجهول ازاي برضا هجيب was aware بس هجيب بعدهم ايه المفعول وكل مرة ما نجيب سؤال بتاع الفاعل المساعد نجيب بعد الفاعل المساعد والايه المفعول على طول سبق كان في الماضي او في الايه او في الماضي المستمر طيب هنا مثال عنده ايه was he reading a story هل هو كان مستمرا في كرات القصة طبعا لو أجيب بوريس ونو أنا هنا مش هجيب أنا هنا هجيب برضه سؤال بس في المبني المجهول هبدأ was aware وبعدهم مفعول على طول فارح تقول was was ايه المفعول مين he ولا a story طبعا a story اللي واقع عليه الفعل يبقى ايه was a story تمام بعدها هجيب being عشان ده مستمر اكتب كلمة reading هرجح لاصله هاريد وتصرف ثلاث بتاعها برضو read يبقى ايه was a story being read by him طيب لما اجيب اقول مثلا where you watering the plants اهو where you جبت المرضى where اهو the plants طيب هبدأ بايه هبدأ where تمام was aware طبعا جبتين ايه the plant is جمع تمام خذنا من المرضى اهو بقى يبقى the plants معي كا قلت being عشان المستمر بقى في being وتصرف ثلاثة زي ما هو تمام كده يبقى هنا معنى الجملة ايه الاولانية was a story being read هالكصة تم او كان يتم كراءتها طيب where is the plants being watered هال النباتات كان يتم ريها تمام ننتقل النقطة تانية نجي بقى للسؤال بعدها تستفهام طبعا بعدها تستفهام بقى في الاولادة تستفهام بعد كده was aware تمام بعد كده الفاعل لما بالمعلوم ما كالا ينجيه لو ما كهول هجيب المفعول تمام لو ما كنتش بسال عليه لو بسال عليه مش هجيبه طيب هنا اقول ايه what was he reading مالذي يقوم او كان يقوم بقراءته انا بسال هنا على المفعول اللي هو ايه اللي هو نعلم مش هاليها لسكسة القصة يعني اقسطوري طب لما اجيبها في المهم من اقول قال انا بتجيب وقت زي ما هي وجيب was aware تمام طيب المفعول مش هجيب مفعول انت باجيب المفعول لما يكون بسال الفاعل في المسال التاني لكنها بسال المفعول يبقى what was being read by him او يعني ما الذي او ما الذي كان يتم كراءته بواسطته قولته باهم ليه عشان الضمر الفاعلهي يحاول الى ايه ما من المفعولهم ما زبقه كلمة by في الاخر الى السؤال بتاع المبني المجهود who were watering the plants من الذي قام برأي النباتات فالكي بقى who were the plants being watered by الى نجبت المفعول المرة دي تمام ما انا بسال عليه هو اللي هو قام بالفعل من الذي تم رأي النباتات بواسطته تمام يعني بتكلمين على الفاعل فعشان كده ما نجبتش الفاعل المرة فالكي بتكلم عن المفعول فعشان كده ما نجبتش المفعول ننجي بعد كده بقى لزمن المضارع التام اللي هو the present perfect tense في المبنى المعلوم can be coming has and have طبعا فاعل has and have وتصريف ايه طب في المبنى المجهول هاجب طبعا العكس هارجب المفعول في الهول has and have and been وتصريف ثلاثتات جديدة المستمرة كان فيه being والتام بقى فيه being عرفها كده اي زمن مستمرة في المبنى المجهول يبقى فيه being اي زمن تام يبقى فيه being طب نشوف lean has watered the flowers يعني lean قامت براي ايه الظهور طيب هنا اقول ايه the flowers have been watered ويلي ايه اللي انا عملته هنا او الحاجة lean فاعل ويجبتها في الاخر مزبوكة بكل مبار طب و the flowers جبتها في الاول وروح تجايب بعدها من مستمرة كانت هنا هاز احنا قلنا من شوية جماعة the flowers have لان هاز وهاز اللي بتيجي في المبنى المجهول تتبع المفهول اللي جاري قبلها يبقى the flowers have ويجبت من عندك المدين ويجبت يبقى the flowers have been watered by lean يعني الظهور تم ريوها بواسطة lean طيب مثال ثاني I have invited عمر انا قلت به بدعوة عمر يبقى هابده بمين by والعمر هابده بعمر تمام يبقى عمر طيب كنبول هنا have invited عشان ما هي بتاخد have هول عمر هاف لا عمر بقى هياخد هاز طبعا احنا خدنا من نقطة يبقى عمر has been invited by me يبقى عمر تم دعوته بواسطتي تمام كده نجي بعد كده بقى للايه للنفي بتاع ليه المضارع التام النافي طبعا كل النافي بعمله بحط نقطة بعد فعل مساعد اهو hasn't تمام طبعا الفعل وبعد كده تصرف تات في الاخر طيب لما جيب ما بين المجهول هجيب ليه object flower المفعول بعد كده haven't او hasn't نفس اللي فات بالزبط بس بعمل ايه بجيب been وتصرف ايه التالت تمام يبقى lean hasn't watered the flowers lean لم تقم بايه براينة بتات بدات بين the flowers اهوت وجيت بعدها haven't ملتش hasn't ليه عشان في الارضينة كمه haven't been watered يعني النباتة لم يتم ريوها بواسطة لي طيب i haven't invited عمر انا ما اكون بدعوات عمر هعمل في ايه اللي يبدأ بمين بعمر اهو طب وبعد كده هقول haven't hasn't هجيب hasn't عشان عمر بتاخد هاز hasn't been invited يعني عمر لم يتم دعواته بواسطتي طيب ننتابع للسؤال بنوعينه yes or no question الاول بيبدأ بهذه وهاف طبعا معناها هل في الاول السؤال بعد كده الفاعل بعد كده الصرف الثالث نشوف يقول لك has lean watered the flowers هل lean براين نباتات طبعا في المبني المقول انا بجيب هذه وهاف في الاول زي مولت وبعد كده المفعول بعد كده بين بعد كده الصرف الثالث انا زوجته برضه ايه بين من عندي عشان ده مبني المقول في زمن المدرعة التان طيب have جبتها في الاول ليه have وما قلتش has وانا اجيب المفعول بعدها فلا اجيب المفعول بعدها باجيب ايه have بدل has لان هنا هاز lean مفرد فبتالها في الفلاورز جانب have the flowers been watered by lean هل النباتات تم ريها بواسطة lean طيب مثال تان have you invited عمر هل انت قمت بداعوت عمر هبدأ بمين هبدأ بهاز الليه عشان عمر مفرد المرفض كان هاف بتجي معايوه هنا عمر مفرد يبقى هاز عمر هاز عمر ايبقى been invited by you هالعمر تم دعوته بواسطتك تمام نجي بقى للسؤال بتاع نفس اللي فات بالزبط في نفس الخطوات بس ازود عليه اداد السفاة يعني هنا كان هاف وهاز وفاعل وتصرف ثالث هنا ده اداد السفاة هاز وهاف وفاعل وتصرف ثالث ده في المبنى علوم في المجهول كنت بقول هنا هاز وهاف ومفعول وبين وتصرف ثالث هنا اقول اداد السفاة وهاف وهاز ومفعول وبين وتصرف ثالث طيب نشوف what هي has been watered انا بس هنا على المفعول عشان كده ما اجيبتهش فبالتالي المحاول المبنى نقول مش هيكيب المفعول برده يبقى has been watered by lean تمام كده واضحة يبقى has lean has been watered by lean ومكان المفعول ما اجيبتهش عشان انا بس عليه what يعني من الذي تم ريه بواسطت لي اللي هي الظهور يعني طيب هنا who have you invited من الذي قمت بدعوته انا بس هنا على مين يبقى نقولك ايه who has been invited by you برضو هنا بس على ايه على المفعول برضو يبقى who has been invited by you من الذي تم دعوته بواسطتك يبقى لما بس على المفعول يا جماعة سواء عقل او غير عقل ما بجيبوش في المبنى المجهول نيجي بقى الزمن ايه على الماضي التام الماضي التام بقى طبعا احنا قلنا يبقى اكيد هيبقى فيه ايه جماعة مصريف ثالث قبل ايه بين تمام في المبنى المجهول طبعا زي ما قلنا في المضارع التام هنتكلم عن الاسبت الاول سواء المثبتة اول حاجة يقولي طبعا تكون من فاعل had وتصريف الثالث كان هناك في المضارع كان ايه يا جماعة has وها هنا بقى هاد بقى تمام في المبنى المجهول مبدأ بالمفعول والفاعل في الاخر مصريف الموبايل اقولته تمام يقولين ايه he had checked his email before turning off the computer هو تأكد من الايميل بتاعته اللي جاء له او اللي ارسله يعني قبل ما اقفل الكمبيوتر طبعا ايه هبدأ بايه ايه المفعول هنا اللي هو تأكد منه طبعا الايميل تمام بدأت بالمفعولة had وبين ودا صرف ثالث قلت ريحت قلت فلا وليه بقى his emails او his email مفرد هنا طبعا هاد بتجمعه المفرد والجمع مش تفرق بقى his email had been checked تم تأكد منها يعني او فحصها before turning off the computer يبقى كل اللي عملت وادأت بالمفعول وهاد جبتها زي ما هي وجبت بعدها been وبعدها تصرف الثالث طيب الصيغة المنفية لازمان ده سهل يا جماعة جدا الفاعل hadn't تصرف الثالث هبدأ بايه بالفعل هي hadn't checked his email وكمل الجملة عادية طيب هبدأ بمين بالمفعول يبقى his email تمام طيب هقول هاد ولا hadn't أنا عايزا فيها مصد يبقى hadn't تمام هاد انت ايه هاد انت بين معك يا صرف الثالث لو هي بقى checked before turning off the computer يبقى هنا الايميل بتاعته او الايميل بتاعه لم يتم فحصه او تأكد منه قبل غلقه ليه الكمبيوتر يبقى السؤال 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 طبعا بنعوني السؤال الاول طبعا طبعا كان السؤال هنا في الموضة التان بيبدأ بكلمة هاد تمامي بهذا بعدها الفاعل بعدها تصرف الثالث في الموضة المجهول هتبقى هاد والمفعول وماذا تصرف الثالث زودت هنا من وقفت المفعول بعدها دغطه مثلا هاد هات او اي ميل بفور turning off the computer هال هو تأكد وفحص الايميل بتاعه قبل ماهي في الكمبيوتر انا اريد ان اقول يبقى هال اليميل مش هال هو عشان بيجيب بعد هال ديت ايه اللي هات بجيب برا المفعول يبقى هاد هات جبيت عن عندي ايه been لعشان في المبنى ماهي يقول في اي زمن تام بجيب been وبعاك التصرف الثالث يبقى هاد هات هات هل الإيميل تم التأكد منه قبل غلق الكمبيوتر؟ طيب نجل السؤال بتاع ايه؟ اداة الاستفاة؟ اللي هو اداة الاستفاة؟ اللي هو اداة الاستفاة موهاد وفاعل وتصرفتها؟ هل تتبع اداة الاستفاة موهاد؟ هو مفعول لو ذكرته؟ لما كنتش بسر عليه يعني هو بين وتصرفتها؟ نشو؟ what had he checked before turning off the computer؟ ايه اللي هو اداة الاستفاة موهاد؟ قبل ماقف الكمبيوتر؟ هتلاح ظهرنا بسر على مين؟ مثلا المفعول عشان كده ما جيبتوش في السؤال اللي ما بن معلوم ولا هجيبه السؤال ما بن معلوم اللي هو الايه؟ اللي هو الايميل يعني يبقى وط جبت had بعد كده ها جيبت هادولي مفعول ما هو مش موجود؟ المفعول ما بسر عليه أصلا؟ يبقى بين checked يعني ما الذي تم التأكد منه قبل غلق الكمبيوتر بتكلم على مين؟ على الايميل يبقى يا جماعة برضو لما بسر على المفعول ما ايه؟ ما باجيبهوش نجي بقى لبعض الملاحظات الهامة اللي نكلم عليها بسرعة طبعا هنا بيقولي ان عندك ضمير المفعول بيحول الى ضمير فاعل عندما يوضع في بداية جملة المبني المجهول تمام؟ يعني i, way, you, he, she, it, they تمام؟ دي ضمير فاعل بتحول الى ضمير مفعول تمام؟ طب لو كان في المعلوم اصلا ضمير المفعول اللي موجود في الاخر زي دي مثلا هعمل في ايه؟ هحاول الى ضمير فاعل يعني عمر helped me يبقى i was helped by عمر عمر helped him يبقى he was helped by عمر عمر helped her يبقى she was helped by a by عمر تمام؟ كده؟ وقبل نسالك انا هواد نتحاول ضمير الفاعل الى ضمير مفعول بعد by في جملة المبني المجهول يقولك she was preparing the family lunch يبقى the family lunch was preparing by a by hair يبقى العكسناه في المعلوم لما يلاقي ضمير الفاعل في الاول يحاول ضمير مفعول في المبني المجهول طب المعلوم لو في اخره ضمير مفعول هحاول ضمير ايه؟ فاعل طيب نجي بقى لبعض الملاحظات الهامة ده بعض الملاحظات advanced level اللي متفوقين فاركزوا فيها شوية بقولي هنا لما بجيب مفعول في اول الجملة وبعده who which with that بجيب بعده فاعل ما بني مقول سبقا زمن بسيط او زمن تام زمن بسيط يبقى ما فيش ريمجي وزمن تام يبقى هنا بيكلم على التصريف الثالث او بين يعني طيب هنا بيقول ايه هتعمل ايه؟ اللي الجملة دي بالزبط بيتساوي مفعول وتصريف ثلاث مباشرة نشوف المثال the scientist who was awarded the Nobel Prize يعني العالم اللي تم منحه مياهية نوبل had made great discoveries عمل اكتشفات عظيمة هنا هبدأ بمين؟ العالم ها؟ طيب سنتيستعمل فين ايه؟ اللي جيبت سنتيست في الاول ما ربطلش خالص ها؟ طيب who was awarded اللي انت ممكن تشتب who وممكن تشتب was ويجيب على طول ايه؟ المفعول يبقى اللي انا عملت هنا يا جماعة جيبت على طول the scientist awarded the Nobel Prize had made great discoveries يعني العالم اللي تم منحه نفس المعنى برضو جايزة نوبل عمل اكتشفات عظيمة تمام؟ مثال تاني the tower which was built at the corner cost millions of dollars جايزة نفس الكلام هاو which was built البرج اللي تم بناءه على زاوية او على نصة ديات يعني كلف ملايين دولارات انا ممكن برضو اعملها جماعة زملتم شوية هاشو برضو which انتع what suppose وجملة صحيحة بbuilt بس يبقى ايه؟ the tower built على طول at the corner cost millions of dollars طيب بلاحظة تانية اللي لو جبت المفعول في الاول who which which that ومعه زمن مستمر ممكن اجيب الصغة دي بتسويه اللي هي بقى مفعول وبين وتصرف تالت الصغة البسيطة قلت المفعول في الاول هوت وتصرف تالت خلي بالكم الصغة البسيطة تامن شوية ديات الصغة ديت قلت مفعول و ايه؟ وتصرف تاول عطوه انما هنا مفعول وبين الليه بقى عشان ديت صغة مستمرة تمام؟ يبقى انا هقول هنا ايه؟ المريض اللي تم الكشف عليه او فحصه يعني right now is 102 years old عمره 180 طيب who is being هعمل ليه؟ اللي انت ممكن تشيل شي اللي يبقى اشيل هو وشيل is بس اسيب being هنا يبقى ايه الحال عندي the patient being examined right now is 102 years old طيب يبقى المريض اللي تم اللي كان ياتين مستمرين في الكشف عليه يعني حتى الان كان ايه؟ كان عنده 102 سنة تمام؟ يبقى انا ايه في المستمر يا جماعة قلت بينج وتصرف ثالث في البسيط قلت ايه؟ مفعول وتصرف ثالث على طول نيجي المنطة ثانية بولي لو عندك after وجاء وراها جملة ثانوية وبعد كده جملة رئيسية بتدبق بمفعول الجملة الثانوية ننسى الزغة بتاعتم ممكن اجيبها having وبين واللي هو تصرف الثالث او تصرف ثالث على طول ايه اللي جملة الثانوية ديت؟ يعني كم لفراعة مش اسستيها في جملة يعني مثلا نقول ايه؟ it had been serviced at the garage my car worked very well يعني بعد ما العربية بتاعتي تم تقديم الخدمة لها في ورشة my car worked well العربية بتاعتي اشتغلت كويس قال الصغة ديت مبني المكهول تمام عشان had been هوت had been متصرف ثالث وجاب ليه نقية المفعول تمام؟ طب انا عايز اجيب صغة بتسويها هل لك ممكن تبدأ بhaving فارح اللي يبقى having been serviced add the garage my car worked well يعني بمجرد يعني ما تم تقديم الخدمة لها في الجاراج العربية بتاعتي اشتغلت كويس او ممكن اقولها serviced had the garage صغة مختصرة برضو my car worked well ونفس المعنى ما تغيرش لاحظ الصغة التالية في المبني المعلوم بقى طيب هنا ازاي حاولها مبنى نقول ركز الاول الاول دي صغبان من معلوم مجاب بفاعل في الاولى subject وبعدك اجاب لي افعال زي مثلا ايه say believe think expect hope complain claim وقاب لي بعد كده that وقومنا الرأي ساي ده الشكل الاساس في المبنى المعلوم تمام؟ مثلا يقول ايه say that not a earn a lot of money الناس بتقول النادى بتكسى فلوس كتيرا وما دي واط حالية طيب we have expected that Tariq will buy a villa احنا توقعنا ان Tariq عاشر a villa امام نفس التكون اللي عندي فاهمة بمعلوم الفاعل معروف في النزلال لقومنا فاعل معروف they believed that i had broken the window نفس الكلام برد طيب يتدمي بناء السيغة السابقة المجهول بثلاث طرق يعني ان كنت تحلى بقى تراند عبس اول طريقة الاول بجيب it واجيب b وبعد كده الفاعل اللي كانت عندي اللي هي say you believe think and expect and hope ستبقى ماضي كلها تمام؟ يبقى it وبي هنا مقصود بي يا جماعة verb to be لقام ويزوار تمام؟ وبعد كده that والجملة الرئيسية مثلا هاول ايه؟ خليب لكم يا جماعة انا ما اعرفتش حين الحاجة غلصة هاو الجملة بقى ركزوا مع عشرين وانا بحل متوش مني اللي هاول انا بقول ايه بقى؟ دي جملة be able say اللي بكلم عليها فوقها طب حلقة تحت زي it is said that earn لو تلاحظوا محاجة انا ما اعرفتش اللي جملة الرئيسية ده هيت خالص زي ما هي بالزبط اه كل اللي عملته اتحولي في الاول قلت it is وجبت اللي بي ديت تمام؟ خليتها امويزوار بس ينا it بتاخد is والتصريف الثالث اللي هو من كلمات اللي عندي دي يبقى it is said لقد قيلة انها تمام كده؟ والماضي يعني بتاعها تمام؟ طيب لو هاخد مثلتان مثلا we have expected that طارق والبيافيلا هنعمل فيها ايه؟ اللي برضو هتقول نفس الكلام بس ينزل من هنا ايه بقى have expected مضارع تان هتبقى it has been expected يبقى في الاول لما كان مضارع بسيط جبت بي لما كان مضارع تان جبت مضارع تان يبقى it has been expected لما الجاي بقى هتبقى ماضي هنجب was معاكده يبقى مضارع بسيط جبت it is said مضارع تان جبت has been expected زي ما هي يعني has been expected وجبت على كده في الماضي was طيب في التالتة بقى لما اقول لك ايه في المسال التالت they believed that I had broken the window هعمل ايه؟ اللي هتروح عليه it was believed that I had broken the window يبقى لو تلاحظوا الجملة الرئيسية اللي هي التانية ده هيت ما ربط لهاش خالص وماليت غير عند كله في الجزء اللي ايه لاولاني ودي اول طريقة للحل بتاع الجمل اللي هي فيها ايه؟ فيها say you believe and think and can نشوف الطرقات تانية هابدأ بفعل الجملة الرئيسية زي ما هو مع بي زي ما قلت قلت قليل تمام؟ واجيب طبعا said and believed زي ما هي زي ما قلت بس في الجزء التاني بقى عندك حلين لو كان مضارع او مستقبل نجيب طول مصدر لو كان مضارع بس ممكن اجيب to have والتصريف اللي هي التالت المرة ده هي حال الجملة بتاعتنا زي بقى اللي هتروح الى الندف الأول زي ما هي اللي هو اللي بقى اللي هو فاعل الجملة الرئيسية بعد بيه اللي هو is تمام؟ معنى كده said to او said to earn a lot of money بقى جبت said واجبت to والمنستر تمام؟ ماذا حال؟ طب لو فصيلة التامة قال لي طارق هتبقى ايه بقى طارق has been expected to be to buy افل فعملت ايه؟ جبت طارق اللي هو فاعل الجملة الرئيسية وبعد كده has جبتها وبعد كده جبت been وexpected وارتجاب ايه؟ to buy جبت بعد ايه؟ to buy تمام؟ طيب المثال التالت I جبت فاعل جملة الرئيسية برضه was believed to have broken the window يعني انا تم الاقتناع ان انا قصرت الاشباك تمام؟ طيب نشوف نقطة تانية قال لي انت ممكن هنا بتجيب طريقة تالتة وانت بتحل ممكن تبدأ المرض يبين المفعول يبقى في مرتين جبت الفاعل وفي مرة جبت المفعول فلما بجيب المفعول بتاع الجملة الرئيسية جبت بعدها ب وجبت said طبعا في الماضي زي ما قلت او الفاعل التانية زي believe وثبت وكده وبجيب في جوز التانية عند حالة يعني ما قلت to be تصريف تالت تمام؟ how to have been تصريف تالت طيب نشوف المثال اللي كان بقول ايه؟ لو هنا او حالة a lot of money الكثير من المال is said to be earned او وقاب is وقاب said وقاب to be earned يبقى او to be جد في الاخر وقاب قبل ايه؟ said وطبعا فيرب to be لو is طيب a villa has been expected برضو بدأ بVIL وقاب has been to be لان هنا صيغة مدارع تاب ورح تقول has been يبقى لما تبقى مدارع تبقى بجيب has been ماضي بجيب was بس 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 بجيب أموي زوار يبقى a villa has been expected to be bought المرة دي قال ايه بقى to be bought طيب the window was believed المرة دي عامل ايه؟ جاب الصغال هي الهين صغال بسيطة ليه ماضي بسيط يعني the window was believed ها هقول to be ولا to have لا to have to have been broken بسيطة يا جماعة عايزها تحفظها شوية بعد ما فهمها بحفظها عشان أكد على ما هي بعمله تمام؟ وبكده وصلنا لآخر حليتنا النهاردة لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ولو عندك اي استفسار اكتبه في تعليق في الكمينتز اسفل الفيديو ولو ما شفتش الفيديوات واللي فاتت هتلاقيها موجودة برضو في التعليقات في أول تعليق أو موجودة في الوصف أسفل الفيديو بس ما تنساش لو ما شاركتش في القناة تشترك وتفعل الجرس علشان انصلك الفيديوات الجديدة كأنا معكم أحمد العبد من دروس تعليمي أونلاين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا